ما نتعلمه في المواقع المستمر هو متى نستخدم المواقع المستمر؟ كيف نشكل جمل في جمن المواقع المستمر؟ كيف نستخدم النفي والاستفهام في جمن المواقع المستمر؟ أعرق لكم بعض الكلمات المفتاحية في المواقع المستمر was, where مع verb ing طبعاً هذه في سيغة جمن الحاق المستمر was زائد verb ing, icon where زائد verb ing, icon هنا when من الدلالات, while icon من الدلالات وآج أيضاً من دلالات جمن المواقع المستمر ونبدأ الآن في post continuous change في جمن المواقع المستمر إذن كما قلت لكم نستنتج من القصة القصيرة الشابقة بأن المواقع المستمر يستخدم للتعبير عن عمل استمر لبعض الوقت في المواقع وعادة يأتي معه مواقع بسيق فيقطع عمله إذن المواقع المستمر هو عبارة عن عمل استمر لبعض الوقت في المواقع وأتى معه عمل آخر في المواقع البسيق فققع عمله لاحقوا المثال example one I was studying when my friend called كنت أدرس عندما اتصل صديقي إذن لاحقوا هنا المثال لدي نشاقين لاحقوا النشاق الأول هو في اللون الأجرق النشاق الثاني هو في اللون الأحمر النشاق الأول بالتأكيد هو الأقوال هو كان في حالة استمرار استغرق وقت أقوال أنا كنت في حالة دراسة إذا في حالة استمرار واتصل صديقي فقطع العمل الأول اللي هو الدراسة العمل الأول هو المواقع المستمر الثاني مواقع بسيق مثال آخر We were having our dinner when the phone rang كنا نتناول قعام الغداء عندما رنّا الهاتف إذن We were having our dinner كنا نتناول قعام العشاء عفواً dinner عندما رنّا الهاتف لاحقوا النشاق الأول هو في المواقع المستمر اللي هو we're having وهو النشاق الأقوال ومن ثم أتى النشاق الثاني the phone rang رنّا الهاتف طبعاً هون rang هو التشريف الثاني من ring يا رنّا الاستخدام الثاني للمواقع المستمر يستخدم جمن المواقع المستمر للدلالة على حدثين أي نشاقين أو عملين في حالة استمرار في المواقع إذن هون لدينا عملين أو نشاقين كان في حالة استمرار في المواقع نأخذ مثال على ذلك I was doing my homework while my family was watching TV لاحقوا هنا I was doing my homework كنت أنجز واجبي while بينما my family was watching TV عائلتي كانت تشاهدوا التلفاز إذن أنا في غرفة أنجز واجباتي وعائلتي في غرفة أخرى تشاهدوا التلفاز إذن هنا النشاطين مستمرين مع بعض في المواقع يعني هما في حالة استمرار في المواقع مثال آخر We were waiting at the bus stop إذن we were waiting at the bus stop أي كنا ننتظر على موقف الحافلة and the sky was raining heavily والشماء كانت تنقر بغجارة إذن نحن وقفين هنا على موقف الحافلة في الموقف والشماء بنفس الوقت كانت الشماء تنقر بغجارة إذن هنا النشاطين أو العملين في حالة استمرار في الماضي سوية هذا هو الاستخدام الثاني للماضي المستمر إذن نستنتج أن الماضي المستمر له استخدامين استخدام الأول نشاط في الماضي كان مستمرا فأتى نشاط آخر في الماضي البسيط فقطعه والاستخدام الثاني حدثين أو نشاطين في حالة استمرار سوية مع بعضهما في الماضي إذن نقف اليوم عند هذا الحد عند استخدام زمن الماضي المستمر على أن نتابع غدا إن شاء الله في ما تبقى من زمن الماضي المستمر وننتهي من مرحلة التأسيس إن شاء الله على أمل إن شاء الله الإسبوع القادم أن نبدأ في منهجنا بعد أن نكون انتهينا من مرحلة التأسيس الآن أجتمع إلى أسألتكم هل وجد أي سؤال لديكم؟ سأستفعلت أعطينا مثال ثاني على الماضي المستمر بعدين الحال عفوا إيمان مثال آخر على الاستخدام الأول أستاذ ماضي المستمر قطعه ماذا بسيط؟ سأعطيك مثال سأعطيك مثال يا إيمان انتبه عندما كان المدرس عندما كان المدرس عندما كان المدرس يقضي درس اللغة الإنجليزية خلال لديم الخلال لديم شخص ما فتح الباب تمام؟ لاحقوا النشاقين أن النشاق الأول المدرس كان يعقونا درس اللغة الإنجليزية والستيتشينج تمام؟ والستيتشينج تمام النشاق الثاني سمون أببند لاحقوا أببند منتهي بإيدي سمون أببند دور شخص ما فتح الباب إذن هون ماذا حدث؟ بأنه النشاق الأول كان في حالة استمرار في الماغي فأتى نشاق آخر وهو فتح الباب قطع عمل النشاق الأول سمون أبدا أنه نقول أنه المدرس توقف عن إعطاء لما فتح الباب تماما إذن النشاق الثاني اللي هو في الماغيب البسيط قطع النشاق الأول اللي كان في الماغيب المستمر تمام أستاذ سمون أعطيك العافية يعني بما معناه قطعه أوقف استمراريته نعم سيد شبيل سؤالك سيد أستاذ الأقصر مثال إذن المثال هو ياشا الكبير كنت ألعب مثلا كنت ألعب كرة القدم بينما كان صديقي يدرس له إنجليزية إذن هو صديقي في مكان فيما ينزله يدرس اللغة الإنجليزية بينما أنا في نفس الوقت كنت ألعب كرة القدم إذن مثال صحيح 100% النشاقين هون كان في حالة استمرار في الماغيب صح؟ هل يوجد سؤال آخر؟ سيكون ألعب عفاكم الله بذلك نكون قلاب الأعزاء قد انتهينا من لقائنا اليوم